النهاردة جماعة جنيت نتكلم معكم عن التشخيص كل ما يخص التشخيص النازلة المعوية وكل ما يخص علاج النازلة المعوية سواء كان علاج الاعراض او علاج المرض نفسه لكن بعد الفاصل انتظرون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الدكتور احمد عطية دهشان رئيس الجامعية الطبية العمومية للتجذية العلاجية وباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول النهاردة جاي نتكلم معكم يا جماعة عن النازلة المعوية هنتكلم عن الاسباب التشخيص العلاج ما نجي نتكلم عن التشخيص ما نجي نقول في تشخيص النازلة المعوية لازم نعرف ان النازلة المعوية دي هي عبارة عن عدوة هذه العدوة قد تكون عدوة بكتيرية قد تكون عدوة فيروسية قد تكون طفيليات في الأمعان كل هذه أسباب للنزلة المعوية طب إيه هو العرض المفروض بيكون موجودة عند كل الناس يعني أنا مثلا وريكن إمتى أفترض أني عندي نزلة معوية أفترض أني عندي نزلة معوية أني إحنا يكون عندنا إسهال يعني إمتى ما يجي مجيلي البيشنط في العياد عندي ويقول لي أنا عندي إسهال يبقى كده أبدأ أفترض من ضمن الاهتمالات نزلة معوية قد يكون مصاحب مع النزلة معوية دي سخونية قد يكون ترجيع قد يكون فيه شوية تقلصات أو مغس دي كلها حاجاتي يبقى ما نيجي نشخص النزلة معوية نقدر نقول إن هي عبارة عن إسهال بيصاحبها بعض الأعراض الأخرى زي السخونية المغس دي كده بالنسبة للتجمعية الطبية العمومية للتجذية العلاجية بننصح كل الأطباء إن هم قبل ما يقولوا إن دي نزلة معوية يعملوا فحص البطن لي نعمل فحص البطن عشان نتأكد إنها مش مشكلة بص يا جماعة أي حد بيكون عنده نزلة معوية يعني عنده إسهال فالشخص عنده إسهال بيبقى عرضة للجفاف علشان كده بننصح كل الناس بلا سيسناء لو أنت عندك نزلة معوية أول حاجة لازم نعوضي الجفاف ويتاخدنا في نقطة العلاج دكتور أعراض الجفاف بشكل بسيط قبل ما نتكلم قولنا قبل ما نتكلم عن العلاجات لازم نتكلم عن أعراض الجفاف أعراض الجفاف تلاقي لسانه ناشف جلده ناشف يعني إيه جلده ناشف يا ذوقت أعرفها إزاي دي يعني إنت لو مساكت بطنك كده وشدتها البرة بدل ما هي الطبيعي أن هي بتخش بشكل سريع لو شدتها البرة تبدأ تخش بشكل بطيء جدا ما تيجي تخش بشكل بطيء جدا كده تبقى تعرف أنت جلدك ناشف يبقى أنت عندك جفاف يبقى لسانه ناشف جلده ناشف إما تيجي تسأله عن كمية البول يقول لك قليلة بيعمل يعني البول عنده صعب جدا عشان كده من ضمن برضو الأعراض اللي احنا نأكد أنه عنده جفاف أنه هو كمية البول بتاعته قليلة تلاقي عينيه دخل الجو أو يعاني عن الطبيعي بتاعه يعني تشوف وتلاقي عينيه دخل الجو يبقى بشكل بسيط كده ما نيجي نقول أعراض الجفاف نقول أعراض الجفاف أربع حاجات أساسية الليسانه ناشف جلده ناشف بيرجع بصعوبة لما تشده لبرة عينيه دخل الجو كمية البول بتاعته لأيه لما تيجي تسأله عن كمية البول اللي هو بينزله عدوة فيروسية كده كده بتتحسن في خلال أسبوع من أسبوع إلى عشر تيام حد أقصى كده كده بتتحسن ولا نستخدم المدادات الحيوية على الإطلاق أنا باستغرب مما يجيلي فروشيتة حد عنده عدوة فيروسية ومكتب له مضاد حيوة كتب له مضاد حيوة على إيه يعني فرجاء يا جماعة نزيل نفهم إحنا دلوقتي القناة بتاعتنا دي لزيادة الوعي الطب إن إحنا نوعي الناس بشكل مستمر إنها تعرف شوية في التشخيص مش بنقول لتعرف بنسبة 100% تعرف شوية في العلاجات لما تعرف الحاجات دي لا تقع تحت طائلة النصابين أو الناس اللي عامل بزنس مع شركات أدوية علشان تبع لها أدوية أو منتجات وبس علشان كده يا جماعة وزين نقول أول حاجة ما نجي نتكال النازلة المعوية لو هي عدوة فيروسية يبقى ما بنعالج الأعراض فقط ولا نستخدم المضادات الحيوية وكده كده تتحسن في خلال من أسبوع لعشر تيام حد أقصى دلوقتي العدوة الفيروسية بنتعامل معها إزاي لكن يا دكتور بشكل بسيط أوي حدثتك أعرف إزاي العدوة دي عدوة فيروسية بشكل بسيط يا جماعة لو بنشخص العدوة الفيروسية بنقول إن هو كده كده في الثلاث حالات سواء كده عدوة فيروسية أو عدوة بكتيرية أو طفيليات في كل الحالات فيه إسهال لكن علشان بقى نميز ما بين العدوة البكتيرية والعدوة الفيروسية والطفيليات نقدر نميز الموضوع ده بشكل بسيط قوي إن تلاقي في حالة العدوة الفيروسية فيه شوية سخنية بسيطة فيه شوية سخنية بسيطة مع والمريض تلاقي حالته العامة جيدة يعني يعني ما فيش اي اعراض الكتيرة اللي تخوفها وفقط شوية سخنية بسيطة مع شوية اسهال خلاص ده نقدر نقول عليه عدوى فيروسية عدوى البكتيرية نعرفها زي الراجل ده بيكون عنده سخنية عالية جدا زائد المريض حالته العامة غير جيدة سخنية ضعف عام ارهاق تلاقي بيبقى باين في الحالة بتاعته زائد احيانا يكون موجود فيه دم في البراز واحيانا يكون غير موجود دم في البراز فدي هي العدوى البكتيرية طب ازاي بقى طب الحالة دي بنعالجها ازاي بنعالج العدوى البكتيرية من خلال مضاد دحايا وبنعالج الاعراض اللي موجودة سوال دلوقتي بقى بيطرح نفسه يا دكتور طب انا لو ما خدتش مضاد دحايا ويأثناء العدوى البكتيرية اللي هي موجودة عندي هل انا ممكن اتحسن من النازلة المعوية اللي موجودة عندي بكل بساطة الاجابة اه قد يتحسن صاحب العدوى البكتيرية من النزلة المعاوية بدون مضادة حيوي لكن الحالة بقى الثالثة اللي هي تاخدنا بقى الحالة الثالثة اللي هي الطفيليات في الأمعاء دكتور هنيعرف الطفيليات في الأمعاء ازاي هنيعرفها من خلال تحليل البراز بالفعل بيبان في تحليل البراز ان فيه طفيليات يعني التشخيص الوحيد للطفيليات في الأمعاء من خلال تحليل البراز علشان بس ما حدش اي يجي يقولك اي كلام يعني احنا قلنا للعدوى البكتيرية عبارة عن ايه؟ قلنا العدوى الفيروسية عبارة عن ايه؟ قلنا التفيليات بنعرفها ازاي من خلال عينة براز نقدر نعرف ان فيه تفيليات في الامعاء طبعا بالنسبة للعراض اللي موجودة عندنا بيكون في اسهال بدون قيء او سخونية احيانا مع دم او مخاط التشخيص بنشخصه من خلال عينة براز العلاج بتاعنا بنحتاج علاج للددان وعلاج للعراض دلوقتي نتكلم عن ايه نمسك موضوع الالاج ده ونتكلم واحده حالتك يا دكتور وردت مضادات حيوية بنستخدمها في حالة العدوى البكتيرية بنستخدمها في حالة العدوى الفيروسية او في حالة الطفيليات اللي موجودة في الامعاء لكن واتكلمت حالتك بنعالج الاعراض حالتك كسبت لنا الموضوع كده مش واضح لنا الكلام غير واضح بالنسبة لنا تيجي نمسك نقطة نقطة احنا اتكلمنا دلوقتي يا دكتور طب هل بنحتاج لعلاج طارق في النزلة المعوية يعني في حالة النزلة المعوية بنحتاج لعلاج طارق يا جماعة الشئ الوحيد اللي بيحتاج لعلاج طارق في النزلة المعوية هو علاج الجفاف علشان كده بنفضل اللي احنا نتعمل مثلا محلول ملح زي رينجر عشان نصحح نسب الاملاح في الجسم وبالتالي علاج الجفاف في الجسم يبقى دية الحاجة الاولي بعد كده بقى نتكلم عن محادثتك يا دكتور سيبتلنا برضو الدنيا عيمة كده تبتعله بقى نتكلم واحدة واحدة بقى في كل المضادات الحيوية احنا دلوقتي قلنا المضادات الحيوية نستخدمها في العدوى البكترية فقط اما العدوى الفيروسية اللي نستخدم فيها المضادات الحيوية وفي الامبرسيان سواء كده عدوى بكترية او عدوى فيروسية بتاخد من سبع لعشر تيام وبتروح حتى لو ما استخدمناش مضادات حيوية لا في حالة فقط التفايليات او ديدان في الامعاء لا نحتاج ان نعالج الديدان الموجودة في الامعاء و زي العلاج الاعراض في الوقت يا دكتور ايه الحاجات اللي هن نكتبها في روشيته بتاعتنا روشيته بتاعتنا يا جماعة بوكال قاتي كل حاجة بالنسبة لرشيته النازلة المعوية نكتب حاجة اسمها سيبروفار ده تابل دارس مضاد حيوي قاتل للبكتيريا يعني في حالة العدوى البكتيرية فقط نستخدم المضاد الحيوي اما في حالة العدوى الفيروسية لا نستخدم المضاد الحيوي طيب يا دكتور زي ما قلت كده وبعيد لو احنا ما استخدمناش خالص المضاد الحيوي في حالة العدوى الفيروسية او في حالة العدوى البكتيرية الحالة بتاعتنا تتحسن ايو الحالة بتاعتنا بتتحسن يبقى السيبروفار اول حاجة او المادة الفعالة بتاعتنا ما نيجي نكتب يفضل نكتب المادة الفعالة سيبروفلوك ساسين دي المادة الفعالة بتاعتنا مرتين يومين ده اول حاجة في الرشيتة بتاعتنا بس قلنا لو احنا ما استخدمناهوش هاليا دور لا فقط الحالة الوحيدة اللي احنا بنأكد ان احنا نستخدم فيها هذا المضاد الحية وفي حالة الفطريات زي ما احنا قلنا كده لو في حالة في ديدان في العمعاء او كده بنستخدم مضاد الحية تاني حاجة بقى نكتبها في الرشيتة بتاعتنا النهاردة اللي هي الكيتوفان الكيتوفان خافض للحرارة مسكن وخافض للحرارة ومضاد للالتهابات قرس ثلاث مرات يومي ده كده بالنسبة لي الكيتوفان طبعا ده قبارة عن اقراس قلنا قرس 3 مرات في اليوم تالت حاجة احنا برضو بنستخدمها في الرشيتة بتاعتنا لو احنا عندنا ترجيع بنستخدم حاجة اسمها البرم بيران البرم بيران ده تابلت ده البرم بيران ويبناخد حاجة معا كمان اللي هو الاستريبتوكين 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 ده تابلت ده أرس أرس 3 مرات يوميا ده قاتل للأميبة ومضاد للإسهال ده قاتل للأميبة ومضاد للإسهال يوميا احنا كده قلنا الرشيتة بتاعتنا انا كده تكلمنا على الرشيتة الطبيعية تتكتب في الايادة بتاعتنا بس احنا قلنا المضاد الحاوي حتى عملنا بلون مختلفة المضاد الحاوي بالشرط ان احنا نستخدمه في العدوى البكتيرية او العدوى الفيروسية برغم من هو للبكتيريا اه ممكن نحتاج نستقد نحتاج نستخدم للبكتيريا لكن لو ما استخدمهوش كده كده المشكلة بتروح خلال من سبعة ايام لعشر ايام لكن الحالة الوحيدة اللي بنستخدم فيه ده بنستخدمه في حالة ان احنا عندنا ديدان في الامعاء وبقى بناخد حاجة مسكنة ومضاد للحرارة مسكن وخافض للحرارة ومضاد للالتهابات زي الكيتوفان تابلت وبناخد البرمبران تابلت ده مرة يوميا من مرة للمرتين يوميا حاجة قاتل للأميبة ومضادة للإسال وده بناخده قرص ثلاث مرات يوميا في نهاية الفيديو يا جماعة لو حسيت ان انت استفادت حتى لو استفادة بسيطة بالفعل او اول معلومة لأول مرة تاخدها حاول قدر الامكان ان انت تنشر هذا العلم من خلال ان انت بشكل بسيط تعمل مشاركة لاصدقائك وحبايبك فتدال على الخير كفائله دي كده النقط رقم واحد ما تبخالش علينا بلايك بكومنت لو عندكم اي اكتراحات لفيديوهات عايزين نتكلم فيها بحيث ان احنا ننشر الوعي الطبي بشكل مستمر بحيث ان احنا لنقع تحت طائلة النصابين شكرا ليكم كان معاكم الدكتور احمد عطية دهشان رئيس الجماعات الطبية العمومية للتجدية الالاجية والباحث في العلوم الطبية الحقيقية في اسطنبول دمتم بصحة وعافظ